شركة أسترزينيكا وشركتها جامعة أكسفورد تسعيان للحصول على موافقة الجهات التنظيمية للقاح الذي أنتجته ضد فيروس كوفيد-19 بعدما أظهر فعالية بنسبة 90% في المتوسط عند إعطائه على هيئة نصف جرعة متبوعا بجرعة كاملة لكن هذه تعد نتائج مؤقتة ولزال اللقاح بحاجة للدراسة وفق ما ذكره رئيس مجموعة أكسفورد للقاحات أندرو بولرد الذي أكد الشروع في دراسة دولية أخرى لتوفير أدلة إضافية في الشهر المقبل علماء مركيون ذكروا أن معدل الفعالية العالي جاء أثناء اختبارات على كبر السن واكتشف بمحض الصدفة أثناء التجارب السريرية إلا أن علماء أثاروا شكوكا حول مدى قوة النتائج كون الفعالية البالغة 90% ظهرت في مجموعة فرعية من المشاركين في التجارب تلقوا عن طريق الخطأ في البداية نصف جرعة متبوعة بجرعة كاملة الأمر الذي دفع أسترزانيكا أخيرا للعمل مع المنظمين للتحقيق في الأداء الأفضل لجرعة لقاح كوفيد-19 الأقل من الكاملة المملكة المتحدة من جهتها طلبت من هيئة تنظيم الأدوية تقييم لقاح كوفيد-19 المطور من أكسفرد وأسترزانيكا حيث من المتوقع توفير إمدادات بأربعة ماليين جرعة لتوزع في البلاد نهاية الشهر المقبل وشدد وزير الصحة البريطاني مات عنكوك على التطقيق فيما إذا كان اللقاح يلبي معايير السلامة الصارمة ورغم أن اللقاح أسترزانيكا ما زال في الوقت الحالي غير حاسم من مقارنة بلقاحي فيزر بايونتك ومودرنا فإنه يتمتع بميزة استخدام تقنية تقليدية تشعله أقل تكلفة وأسهل في التخزين والنقل فيما يحتاج اللقاحان الآخران لتخزينهما في درجات حرارة منخفضة للغاية اشتركوا في القناة